السلام عليكم مشاهدين الكرام في عدة جديد من حسد سرسيدا موضوعنا اليوم يأتيكم من ولاية سعيدة وبالضبط من دوار المهنين التابع لبلدية تيرسين هذا الدوار اللي يعاني من العزلة والتهميش وهذا من عدم الطرقات وكذا مياه الشرب وحتى النقل المدرسي رانا نعانو من جملة المشاكل أول منها هي الطريق اللي هي من بالول من دوار المحلة الورويت مسافة عشرة كيلومتر رانا كل ما يقضي يدير النقل الصباح حتى يقول لي شهور عشية ما يركبش لأنها غير صالحة المشي صالح العبارة وكم جيتوا معها وشتوها النقطة الزاوجة هي النقل المدرسي وهو الشبه من عدم نأكد لك اليوم وصلتهم في سيارة تاعي ما جاء شترولي ويامس ما جاء شترولي والخميس ما جاء شترولي وانا مسؤول أمامكم وأمام الله لأن تروي ويامس دخلت على بند كل رأس البلدية ردليم على السيكريطة لقالها ما عدناش لاستقبال فهذا كلمة النقطة الثالثة هي الماء الصالح للشرب عدنا حاسيها هو هنا يا حذنك حافرينها بالكرافي ربع سنين ولا خمسة غير صالح للشرب مغدير ما تنجمش الشرب لولا كما شتونا ذروك حنا في دول مهنير رانان عانوا لولا ما الطريق الماء والغاز بروبان كما شتونا ذروك هلا كنا جيبين الكلون ديستا كون ما جيبش كلون ديستا ما جيش هنا تقدر عليك مريض والله تدي كلون ديستا سعيدة بمئتين ثلاثمائة الف الطريق رهام كاستراكل ما حاكم بعده على سعيد انتم بعده على سعيدة فايت الخمسة والخمسين كيلو ولا فايت والكثار من خمسين كيلو أكتوب الناس وراسكنا في الجبال أولا نطريق مكانش نقل المدرسية نهاري يجيب سيمانة ما يجيش الماء يطلع لنا الغدير ما يصلح للشرب هذا الدوار راه يعاني يعاني من الماء عطشان الحاسي الماء تاعها الغدير ما هوش للشرب ما يصلحش ورانا بسيف نشربوه كين اللي يشربه ما زال تواليه مرض ولا يموت الطريق رانا نكرره اللوطة بمية وخمسين بالول من بالول لهذا الدوار تعلمهنين نكرره اللوطة بمية وخمسين وما يبغيش يجينا دوار المهنين هنا راه يعاني الحاسي غير مباليينة باللحاسي راه يطلع لغدير راهما يصلحوا سيمانة وشهرين حابس الطريق راه ضايع رانا نجيبوه كورصة بمية هلف ويجيوك بالسيف دوار المهنين هنا راه يعاني خاصنا حجلوه للماء يجو يخدموهن سيمانة يمشي وشهرين ما يمشيش عطاشا الطريق راه ميجوبوهن بصوميل بصوميل ويجي ويجي مشن فعليه عدنا المدرسة عمنا خمسة كيلو والاستاق كينا نهارك يغضو يمشو ويجو يمشو صاحا الصعب السم شراحو ايوه النوو الثرش كيصران ايوه يغضو يحاوزوهن هنا يجوك قلت ها اسحاب للطروليات ولا ولا تقدر المير ما يستقبلكش تقدر المير ما يستقبلكش يقولك ما عندي استقبل اليوم كيما يبغي هو ايوه نسعبه النقل المدرسي نهار يجيو سيمانة ما يجيش نهار اللي يجي ويمشو خمسة كيلو النوو الثلج يمشو خمسة كيلو رئيس البلدية ما يسمعش بينا احنا ياه نهار الفوت يعرفنا رئيس البلدية باللي كان دوار المهنين كيف هو تلفوت ما كانش دوار المهنين منفي النقل المدرسي خمسة يام يجي وشهرين ما يجيش ولادنا راهم يعانوا نويت حتى تظلام عليهم الظالمة نراعوا لهم ونقولوا حنا كسر على لهم فاشتاء مغبنا وفي كل وقت راهم مغبنا احنا الذريري راهم مغبنا هذا الدوار راهم منسي ومنفي ما يشوفوا يحتوح الرئيس البلدية هذا وانهار الانتخابات وعدنا وعدنا على طريق الاب بيس وعدنا على الجهاز وعدنا على الماء والنقل المدرسي وهذا الوعود اللي وعدنا عليهم ما كانش انهالي راهم للكرسي استقبال ما ما نشي استقبالنا الروح قال بنا دخل المير قال ما كاش الاستقبال اه دروك احنا الحل اللي را نحوسوا ليه نطلبوا من سلطات المعنيين يشوفوا فينا ردنا على انشغالة سكان دوار المهانين فيما يخص طريق حقيقة هي طريق مهترئة ولكن هذا احنا مبرمجينها ان شاء الله في مناطق الظل اما فيما يخص النقل المدرسي نقل المدرسي راه موجود في دوار المهانين اذا كان هناك اعطاب حالات مرة على مرة هذا شيء خارج عن نطاقنا اما فيما يخص انجاز انجاز مدرسة انجاز مدرسة هذا ليست من صلاحيتنا هذا من صلاحية مدير التربية ولكن احنا كنا نقدم هذا الانشغال للجهات الوصية احنا مبرمجين في هذا السكان تاع المهانين مبرمجين لهم غاز البروبان تهيئة هذا الطريق المياه كذلك احنا نحفظ في صدد حفر بيئة في دوار في دوار حريس ويمكن اذا كانت هناك كمية كبيرة سنزود هذا الدوار بهذا المياه ان شاء الله اشتركوا في القناة